السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد بالنسبة للعرض ديال اليوم فهو عرض ما بغيتكمش تضيعوها بغيتكم كلكم تدفعو الطلب ديالكم لان بسبب هاد العرض هادة غادي تهاجروا الى كندا بكل سهولة وبتاريقة تطوعية لمدة اربعة اشهر. من بعد ما انكم تدفعو لهاد العامل هادة التطوعي وتقبلوا فيه وهما غادي يصفتوا لكم واحد لواتي قاول غادي تديوها للقونسولية وتقدموا الفيزا لدولة كندا. والحاجة اللي غا نستفدو منها اخواني من هاد الهجرة لكندا بالعمل التطوعي في هاد الشركة هادي اللي هو اه يمكن لكم اخواني الاخديتوا هاد الفيزا هادي بهات الطريقة هادي اه ومشيتوا الكندا يمكن لكم انكم تاخدوا هاد الفيزا هادي التطوعية اه وتحولوا ها الفيزا العمل ولكن بشرط انك في المدة دي الفيزا التطوعية اللي هي فيها اربعة شهور اه لابد انك تقلب على عقد عمل مع اشي شركة في كندا. وكيف دارو اخواني الاغلب دي الناس اللي هما مشاوا الكندا بفيزا دي السياحة ولا فيزا دي التطوعية وكذلك فيزا دي الدراسة اه الاغلبية هم اخدوا هاديك الفيزا وحولوها الفيزا عمل يعني اخدوها ما بقوش اه يعني لمشاوك وقلبوا على اه العمل في في كندا وحولوا هاديك الفيزا سياحة ولا فيزا تطوعية ولا فيزا الدراسة حولوها الفيزا دي العمل ويعني وتقبلوا في هادوك يعني في هادوك الشركات وخدموا بهاديك الفيزا وبهاديك الطريقة اللي هي طريقة قانونية يمكن لك انك الى عندك فيزا محدودة في مثلا في اربعة شهور ولا في اولا في اثلاث شهور يمكن لك انك الى قلبتي على عمل في اه في كندا واختمتي في كندا واستقرتي في كندا بعقد عمل الكناضي يمكن لك انك اه تاخد فيزا وتحولها الى فيزا عمل وتبقى اخدام في دورة كندا بطريقة قانونية. اذا اخواني اي واحد بغي يستفد ذكور واناته وبغي يستغل فرصة العمل التطوعية في دولة كندا ما تضيعوش هاد الفرصة هدي لان هاد الفرصة بدون شروطه. اذا اخواني يبدو على برقة الاف شرح الطريقة شرح الموقع والاستمارات لتقديم الطلبة للعمل التطوعي في دولة كندا. وقبل ما نفيدو اخواني اه ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بالجديد. اذا اخواني هادا هو الموقع الخاص بالعمل التطوعي وهدي اه هدي واحد شركة اللي هي اه كتخدم مع اه الملاعب ديل التنس التنس كندا وديلة هاد العمل التطوعي لجميع الدول العالم لبغي تسجل في هاد العمل كعمل تطوعي في هاد الملاعب ديل التنس الخاصة بدولة كندا. والحصول على فرصة تطوعية في الملاعب ديل التنس بدولة كندا. ما عليك اخواني سوى ملء هاد الاستمارة هدي بعد ذلك كتنتظر الرسالة في ايميل ذلك اللي تشجلت بيه الخاص بكم للحصول على ملف بيدي ايف بعد ذلك كتقوم باطباعته والذهب به الى الصفارة وكتقدم للفيزا كندا. اذا بالتوفيق للجميع اول شي اخواني غادي تنعمروا هاد المعلومات هادو نحط هنا الاسم الاول هنا الاسم العائلي هنا العنوان البريد الالكتروني بعد ذلك كنضغط على هاد يعني اه جونسيبا انغوبو بعد ذلك تنضغط على التالي نخواني بعدما انا احطينا المعلومات دينا الاسم دينا الاول هنا الاسم العائلي وهنا احطينا البريد الالكتروني وهنا اه الدور دينا احنا اه بغينا فيزا تطوعية. نحط هنا متطوعة. هنا سوف نضغط على بالطريقة هذه. سوف يبلكم هنا التالي. نضغط على التالي ونمر المرحلة الثانية. بعد ذلك اخواني بالنسبة للمرحلة الثانية روما صفت لنا واحدة الرسالة لجيميل ديالنا. سوف نضغط على الرسالة اللي تم ارسال لها يعني في الباطمال ديالنا. بعد ذلك غضي نكملوا يعني التسجال في هذا الموقع. اذن اخواني هذه هي الرسالة اللي تم الارسال لها من الموقع. هنضغطو لها بالطريقة هذه. وغضي نمشي مباشرة نضغطو على آآ لوقين بالطريقة هذه اخواني. اذن بعد ما اننا ضغطنا على الرابط آآ رسلنا الى هذه الصفحة اللي هي آآ يعني المرحلة الاخيرة اللي غضي الملؤو فيها لمعلومات ديالنا لتقديم لهذا العمل هذا التطوعي. اول شي اخواني هنا يا اضافة الصورة يمكن لكم انكم تحطوا اخواني الصورة ديالكم هنا يا اللي هي آآ اجبارية انكم تحطوها. يعني صورة تكون عادية صورة صورها في الدار يتكون بينها واضحة بزيان آآ بعد ذلك اخواني هنا يحطينا الاسم ديالنا وهنا يحطينا الاسم العائلي وهنا تحطو الانوان ديركم ديالسسكن ديركم وهنا من المدينة اللي انتم ما ساكنين فيها الرمز البياري ديالكم savior من المدينة ديركم وهنا يا رقم الهاتف ديركم وهنا يا العنوان الالكتروني هو مثلوطه هنا تاريخ الازديات تحطو طرائح الازديات تبدا هنا في النهار ومن الشهر اه وبعد ذلك هنا يا اآ يمكنكم انكم هتو المعلومات هذه. إذا لديكم هذه المعلومات. إلى ما لديكم الدروري. الدروري هما هاتو اللي في هدو النجمة باللون الأحمر. بالنسبة له شيء هاتوgende اللغات المنطقة بيستثناء اللغة الانجليزية من غير اللغة الانجليزية الحاملة التي انتهصت باللغة الاسبانية، كلها بلغة الائتالية، كلها بكلها باللياسبانية بدونها دونغة لإنجليزية هاتو. بتحضيره هاتو من غير اللغة الجليزية. كتحطي Hammer هاتو علىpt cut of theό Mer etio i. ولا مهم اللغات الاخرين. يمكنك انك تضعهم في هذا المكان هنا. البلد الاقامة. البلد الاقامة ديلك هنا ستختار على سبيل المثال. على سبيل المثال هنا انا الساكن في اه مروقو بالطريقة هذه. وهنا الحالة دي المتطوع. هنا الطوارئ اسم الاتصال. تضع هنا شيء رقم لهاتفي الثاني ديال كل شيء. ولا رقم ديالتي في ديالك الخاص بك. وفي هذا المكان هنا ستختار الجنس والاغراض نمط الملابيس والحجم. هنا دروني انك يعني تختار واش انت اذكر او انت يعني الجنس. بالنسبة لهنا تختار الحجم ديال الجاكيتين الجينس. يعني تختار او ش حركة تلبس في الجاكيت. يعني اشمن مي قياس. على سبيل شخص انت تلبس مثلا اكس ال او او اكس ال او او اتروع اكس ال او او ام او او يعني على حسب ايش حالك تلبس انتها في الرقم ديال في الجاكيت. هنا الحجم ديال القميس كذلك هنا الحجم ديال القميس كتختار عشب حجم ديال القميس كتلبسها بنسبة يعني للشخص اللي غادي آآ يتطوع في هذا التطوع هذا لأنهم يعطوكم هاد الملابس هادو وضروري انكم يعني تحددوا هذا المقاييس يعني بطريقة جيدة. آآ وفي الاخير هنا يرجى التأكد آآ من العمر ديالك عمري اقل من 18 سنة عمري فوق من 18 سنة يعان تيني فوق من 18 سنة كنقبول يعني كتكون فوق من 18 سنة هنا كتدير. هنا انا يعني العمر ديالي فوق من 18 سنة من خلال النقر ادناه لقد قرأت وفاهمت واقرأ المعلومات الم Hotline májave الصورة هنا يا اقرأ بهذه البيانات يعني غادي نختار هذه اقرأ هذه البيانات. بعد ذلك هو غادي نكمل المعلومات ديالنا كامل Courlı الصورة ونضع العنوان دينا ونضع المدينة دينا والرمز البريدي والهاتف دينا داروري هذا الهاتف هذا تدره. الهاتف الخاص بكم. يعني الى بيطة احطوا الهاتف احطوا اه الرمز دي البلد. مثلا انتم في المغرب مئتين او تناشة. ولا كنتوا في الجزائر ولا في 태وناث ولا في ليبيا ولا في الدول العالم كلها. يعني ضرر انكم تحطوا اه ديال الدولة ديركم بعد ذلك اتبعوه الرقم الهاتفي ديركم. بعد ذلك تضعوا هنا تاريخ الاسديات هنا وكتضعوا المعلومات هنا بعض المعلومات التي هي اختيارية وهنا هي ضرورية هذا الجنس هذا يعني ذكر او لأونتا وكتضعوا هنا الحجم ديال الجاكيت اللي كتلبسوه اشبه حجم عندكم وكذلك بالنسبة للقامس تهوى وفي الاخير كتضعوا بانكم يعني العمر ديالكم فوق 18 سنة انتم فوق 18 سنة بعد ذلك تتوافقوا على انكم قريته هاد البيانات هادو وكتضغط على سبميت م願ه winners will começ to try won jb我 عني تقديم الطلب دلكم ليسا الطلب دلكم تطوعية لهذاP لهاد شركة هده ولا هاد الملعب ديال الكم آآ والتيس هي كانة في آآ وقد اتسلنا نوي الساعات التسلن وال diy ما اللي غادي جيكم من هاد المالعب والمالات الشركة هدي لغا ديتصفت لكم اليج مايل ديالكم اللي غادي يكون فيه واحدة الملف بي دي اف وهذاك الملف بي دي اف اللي غادي تاخدوه وغادي تأم بريمي وغادي تدوم مباشرة للصفارة وثم غادي تقدمو الفيزا اللي غادي تقدموها بالشكل آآ نهائي ولا غادي تقدموها للصفارة ومثم غادي تسنو الفيزا دلكم وهذا الشي اللي كان اخواني بالتسبب لهذا الفيديو هداي لكان هناك شي تساؤل حطولي في التعليق لا تنسوا التعليق وتشاركوا في القناة وتفعلوا زر جرسا باش توصلوا بالجديد يا نجد في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته